هو الفكرة وعلامة الاستفهام اللي احنا طرحناها مع بداية الحلقة أو حتى زميلنا اللي نقشو الموضوع ده ان انت عندك 18 نادي يعني تتكلم عن اي باكشو ما بتتكلم عن اتنين تقريبا في كل نادي فكان الموضوع كمان يمكن لافت للنظر اكتر ان طبيب المعالج للفريق الدكتور احند ابو عبلى اكيد كان مجاهز تقرير وبعته لدكتور محمد ابو العيلة طبيب المنتخب الوطني فاكيد شارح فيه بالتفصيل حالة ايمن اشرف وده اللي بيزود من علامة الاستفهام او بيكبرها ان انت ليه بتصر على ايمن اشرف وانت عندك 18 نادي ما شاء الله ممكن تختار منهم اي لعيبة عندك هو ده ففكرة انه كابتن حسام البدري اكيد بيستبعد اي لعيب بالسبب اصابة ده المفروض انه وارد وهو على فكرة عمل كده وقال انه مش هيستفيد منهم ده بالنسبة للعيبة المصابة اللي تم استبعادهم اراد يبقى ليه بتاخد ايمن اشرف اللي هيكون ليه ضرر كبير اه صح اه نعم احنا بنبص على مصلحة النادي الاهلي لكن ده كمان مصلحة النادي الاهلي دي بتصب في المصلحة العامة بتصب في مصلحة المنتخب لانه حتى رحلة الطيران يعني انت النهار ده رحلة الطيران لنا يجوب دي رحلة نفسها يعني مش سهلة جدا يعني مش سهلة ابدا على اي لعيبة لها تأثير سلبي نهار ده اي من كان بيشتكي من رجبته عنده خشونة في الرجبة وكان ممكن جدا جدا انت تتجنب ده وقعدة الطيران مش حلوة يعني قعدة الطيران وبالذات السفر الفكرة يا سهل كمان بوكس انت تتكلمي بجزء منه واقع جدا الجزء تاني الناس لازم برضو تعرفوا ان وجهات النظر واحنا بنقول وجهة نظرنا دفاعا طبعا عن اي من اشرف لعبنا ودفاعا عن منتقب مصر وكابل حسام البدري عارف كده تماما ان كان ممكن جدا ان اي من اشرف خاصة اي من اشرف راجع مباراة مباراة تقيلة جدا فيتا كلاب وكان ملعب ترتان فيشتكي من رجب كان وارد جدا ان بعد الاي من اشتكى والمسافة صغيرة ما بين المطشين ان اي من يكون متواجد في القاهرة بيقضي فترة تأهيل معينة ولا مانع ان بعد ما يرجعوا بعد المباراة من كنيا ان اي من يشوف ظروفه ايه بالتواصل مع الدكتور احمد ابو عبلا مع الدكتور محمد ابو العلا ويشوف وممكن جدا لو قادر يلعب في مباراة جزر القمر كان وارد فكل دوة الامور كلها تحت منطق واحد ان احنا اولا مش حملة على الكابتل حسام البادري كابتل حسام البادري كان في يوم الايام ومازال واحد من ابناء النادي الاهلي وعنده انجازات كبيرة جدا واحنا سبورتل اي مدير فني ايا كان على مستوى منتخب مصر فالعملية بنتكلم ان احنا بنتكلم بصفة قناة النادي الاهلي بصفة ان ده واحد من لعبتنا وعلى المستوى المنتخب كمان دي اللي مصلحت المنتخب الجزء الاخر انه هو يعني زي ما قلتلك ان ايمن مش هيشارك بكرة ده اعرفه مية في المية ويمكن نتدفع باحمد ايمن منصور فكان ممكن من الاولى وجهات نظر انه كان من الاولى ان ايمن اشرف يتواجد هنا في القاهرة يقضل خمس ايام دول او اربعة ايام منذ اندمام المنتخب يستعرض يتأهل بشكل كويس يكون فيه راحة سلبية بشكل كبير ولما يرجع المنتخب ممكن بتبادل الاتصالات ما بين الدكتور احمد ابو عبلا والدكتور محمد ابو العلا ايمن موقف اوه يقدر ما يقدرش والموضوع زي ما بقولك في الاخر احنا تقريبا تسعين او تسعة وتسعين في المية حسبنا الوصول لامم افريقيا وبالتالي تاني بعيد وبأكد هي وجهات نظر احنا بندفع على لعبتنا على المستوى النادي الاهلي وكمان ده بينعكز بشكل ايجابي جدا ان شاء الله على مستوى المنتخب في الفترات اللي جاية المستغرب اكتر المستغرب اكتر ان انت النهاردة في بعض الاعلاميين او الكباتن السابقين اللي طالعين يزايدوا النهاردة عليك او على القناة ويقول لك قناة الاهلي عاملة حملة عاملة حملة على حسام البدري ويقول لك عيب تعمله كده مش حضرتك اللي بتقيم اولا لقناة ولا بتقيم العيب ولا بتقيم الحلال والحرام انك تطلع وتتكلم او تكيل بمكيالين ما تشوف حضرتك اللاعب المصاب واذا كان اللاعب المصاب دوت بيتغامر به ولا لأ وبيتاخد منه ولا لأ لما منطلع نتكلم في كده فده مهاش حملة قناة النادي الاهلي زي ما قلت بتبص للمصلحة العامة وزي ما كلنا عارفين مش زي يعني محضرتك يعني ممكن تهاجم النهاردة لمصلحة خاصة وكلنا عارفين كويس قوي انا بقصد ايه فهو ده الموضوع ان احنا بنكبره على ما فيش وفي رسائل كده زي ايه عارف انت اللي هو مش عارف اقولها يعني بس عارف اللي هو بين السطور او فيه جمل كده بتتاخد يعني قدام الناس حاجة بس لأ فيه بين السطور بيتقال حاجات تانية بيفهمها الرأي لعند صورة اخرى وهي ابعد ما يكون عن احنا بنوضح الامور لو انت بتتكلمي كمان عن ميدو يعني ميدو هو اكيد بتتكلمي انه هو انا مش بحدد اشخاص انا بحدد اي حد يعني الكلام واضح اي حد بيطلع يتكلم ويكلب مكيالين في اي موضوع خاصة يخص النادي الاهل يا كبه ده ده احنا بنرصده بشكل كبير جدا